اسأل معنا اسأل معنا يأتيكم الثلاثاء في تمام الحادي عشر ونصف صباحا اسأل معنا اسأل معنا أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من اسأل معنا حيث نصطديف السيد جاريت كابلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للحديث حول انهيار الهدن في سوريا والمواجهة السياسية المفتوحة بين واشنطن وموسكو مواجهة تخطط اللهجة الدبلوماسية لتتحول إلى تبادل اتهامات مباشر وصريح مرحبا بكم معنا على أثير راديو أوريانت شكرا جزيلا سيد جاريت واضح انه هناك ثقة معدومة بالكامل بين عربي هذا الاتفاق واشنطن وموسكو برأيك لماذا انهار هذا الاتفاق أولا الهدنة ما زالت هناك على العرب في سوريا وبسبب هذا الهدنة استفادت من لحظات قصيرة وخالية جدا من الحدوء النصبي في أماكن في سوريا وهذا الشيء مهم جدا وبسبب ذلك حفظنا على الحياة هناك في سوريا ولكن لازم نرى تمديد الحدنة وكمان سماح بدخول مساعدات إنسانية في كل إنحاء سوريا لنستطيع أن نقول أن الهدنة نجاح في حياة المطال ولكن هنا في نيويورك الوزير الخارجية جون كاري ووزير الروسي سرغي لافراد هم سوف يستمر في المحادثات في أيام قادمة عن الطرق وإمكانيات لتعاون وتنفيق أكثر في مستقبل ولكن أولا وكم أقال الوزير كاري اليوم لازم نرى أن الروسيا يستخدم نفوذها ليدغط على النظام السوري لسماح بدخول مساعدات إنسانية ثوريا في كل نهاية سوريا نعم سيد كابلون قوات النظام أعلنت أنه يعني التوقف بالعمل بهذه الهدنة أيضا هناك خروقات مستمرة لقوات النظام وطيران الأدوان الروسي كذلك الأمر أن المساعدات الإنسانية حتى اللحظة لم تدخل إلى مدينة حلب يعني برأيك أو برأي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا يوجد هناك جدية سواء من النظام أو روسيا للتعامل مع هذا الاتفاق الروسي الأمريكي كما يعني ينص هذا الاتفاق أولا ليس هناك اتصال بين الحكومة الأمريكية والنظام أشار الله هو سقط الشعيع وهو لازم يتخل إلى التلقى ولكن نحن في اتصال دائم مع الحكومة الروسية وجون كيري في اتصال دائم مع نذير الروسي سردي الأفراد ودعا حتى هذا السباح جون كيري إلى سردي الأفراد ليضغط على النظام لتمديد الحدنة ولم الولايات المتحدة لا تستمع إلا الكلام الحكي فاضي من الحكومة السورية من النظام السوري ولكن الاتصال استمر بين الولايات المتحدة وروسيا بالنسبة للهدنة وندعو إلى الحكومة الروسية ليغضي على نظام ليستمع بدخول المساعدة الإنسانية الولايات المتحدة قدمت أكثر من 25 بليون دولار مليار دولار في مساعدات الإنسانية من خلال برامج الأمم المتحدة ولكن الشحنات من المساعدة الإنسانية على الحدود بشارة الأسدلاء يسمح بدخول الشحنات إلى داخل العارض السورية ولذلك نعرفنا في جوع في مدن كثيرة في سوريا فمستحيل ذلك لازم يسمح بدخول المساعدة الإنسانية ثوريا وفي كل نحن سوريا من خلال الهدنة سيد كابلين هناك سؤال وردنا كثيرا وطرح علينا حتى نقوم بإيصال لحضرتك الإدارة الأمريكية كيف تتعامل مع الخروقات العديدة التي قام بها طيران النظام والطيران الروسي أيضا في سوريا هناك مجازر ارتكبت خلال الهدنة نعرف أن الهدنة ليست مثالية ولكن بسبب الهدنة ومن أجل الهدنة استفادنا من لحظات قسيرة جدا من النصبي في أماكن في سوريا نعرف أن الهدنة ليست مثالية ونستمر في جهودنا لندعو الحكومة الروسية ليدغت على الهدنة لإنحاء المجازر ويدغت على القوات السلاحية السورية ولكن من الصحيح أننا رأينا أماكن من الهدوء النصبي في سوريا وهذا شيء مهم جدا ومن قبل هذه الهدوء النصبي حققتنا من احتفاظنا من بعض الحياة في أماكن وهذا شيء غالي جدا ومهم جدا ولازم نتذكر في هذه الأيام نعم أود أن أسمع منك تفسير حول ما جرى في دير الزور البعض يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من هذه الضربة أن توجه رسالة ما إلى روسيا وإيران والنظام الولايات المتحدة نحن ما عندنا أي اتصال مع الحكومة السورية وليس هناك اتصال مع الحكومة الإيرانية بالنسبة للملس السوري نحن في اتصال فقط مع الحكومة الروسية بالنسبة لهذا المجال ولكن لازم نتذكر أننا نستمر في جهودنا لندعم الشعب السوري المعارضة المعصلة وهنا في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع سيكون في اجتماعات مهمة جدا مع بين الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تدعم الشعب السوري والمعارضة المعتدلة وهذا الشيء مهم جدا ولازم نتذكر أن هناك بعض كثيرة من الدعم بين الحكومة الأمريكية والشعب السورية سألتك بالتحديد عن ما حدث في دير الزور عندما استادفت الولايات المتحدة طبعا تحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة مواقع عسكرية تابعة للنظام في دير الزور أود أن أسمع منك تفسير حول ما جرى هناك الولايات المتحدة كما قال البزير كاري نحن متأسسين بالنسبة للموتها من الجنود من الحكومة السورية ولكن ما زلنا نشدد وندعو والحكومة الروسية يضغط على النظام لاحترام بالحدنة وبالشروط للحدنة لكي نستطيع تأسيس المركز المشترك ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الروسية لمحاربة عن دين داعش على الأرض في سوريا ونحن نرقب الأحداث من قرب ونحن في اتصال دام ما نزيرنا سيرجي لافراد ونتوقع أن الأسنين من جون كاري وسيرجي لافراد سوف يستمروا في محادثاتهم في الأيام القادمة بنسبة للمساعدة السورية هل هناك خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق الروسي الأمريكي خلاف بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع هل يمكن أن يكون هذا الهجوم في دير الزور إنعكاساً لهذا الخلاف لا إلى صوت واحد للحكومة الأمريكية وهذا صادر من البيت الأبيض الرئيس باراق أوباما هو يعيد هذا الخطأ حسب الشروط والإعلان في جنيف الأسبوع اللي فات وذلك أنه لازم نعمل مع حكومة روسية في إنحاء المطاف في إنحاء الحرب على الأرض في سوريا ولكن كما قلت مراراً أتكراراً لازم نرى أن الحكومة الروسية جادة وإنها الروسية جادة بالنسبة للتعاون والتنفيق ولنرى ذلك لازم أن الحكومة تتغط أكثر على النظام السوري لإنحاء المجازر وليسماح بدخول مساعدات إنسانية ثورياً وفي كل إنحاء السورية نعم كيف يمكن أن يؤثر ما حدث في دير الزور على الاتفاق الروسي الأمريكي لم يكن اليوم فمستقبلاً سيد كابلان ما حدث في دير الزور نرى أن الاتفاق ليس متالية ولازم نحذر أحسن طريقة إمامنا لإنحاء الحرب وبعد خمس سنوات من الصفق قدام والمجازر في كل إنحاء السورية لازم نركز على الهدف هنا الولايات المتحدة والروسية نحن نريد نصل شيء في نحاية المقاف ولذلك نحاية للتفاق قدام نحاية لمعاناة الشعب السوري ولذلك لازم نكون متفائلين بالإمكانية لنجاح في هذا المجال والولايات المتحدة والروسية لازم نكون واضحين جداً بالنسبة للنية ولازم ندعم هذا الخطأ لسلام لأول مرة بعد خمس سنوات من الحرب نعم هل تعتقدون أن روسيا جادة في إنهاء الأزمة في سوريا وإيجاد حل سياسي يرضي كافة الأطراف؟ أولاك بس أحداً نأمل أن روسيا جادة بالنسبة لدورها في هذه الخطأ ولكن جون كاري قال هذا الصباح هنا في نيويورك أننا نريد أن نرى الإثبات من النية الروسية وإثبات ممكن الضغط على النظام وأن الحكومة الروسية تؤيد ضرامج الأمم المتحدة لتوفير مساعدة الانتنية إلى الشعب السوري والعالم يشاهد ما حدث اليوم في سوريا ويستمع إلى المحادثات هنا في نيويورك وهذا فرصة ذهبية لروسيا لتثبت عن نئتها بالنسبة لهذا الخطأ للسلام في سوريا نعم سيد كابلان هناك سؤال وصلنا طبعاً من أحد المستمعين يقول فيه لماذا اعتذرتم للنظام عندما قصف التحالف في دير الزور ولم تعتذروا لمقتل مدنيين في منبج نحن متأسفين جداً بالنسبة للموت الأبرياء والمدنيين في كل ناحات سوريا منذ بداية العزمة السورية ولكن لازم تذكر أن الولايات المتحدة تؤيد الشعب السوري وتدعم الشعب السوري أنه بشار الأسد يقصف شعبه وهو يتحمل المسؤولية لموت الله والنازحين وإزمة الناجئين في سوريا في العالم بكل هذا هو بشار الأسد هو يتحمل المسؤولية للمجازر وعلى الولايات المتحدة ورنسية لتنسق أكثر ويتعاون لإنهاء الحرب في سوريا ومعاناة الشعب السوري بعد هذه السنوات نعم سيد كابلن الآن وسؤال أخير ما هي الخيارات التي تملكها واشنطن للتعامل مع الأزمة في سوريا الآن في ظل انهيار الهدنة تقريبا لأن قوات النظام أعلنت بانهيار الهدنة في سوريا وأيضا يبدو أنه لا يلوح في الأفق أي حل سياسي قريب ليس هناك خطة بي اليوم الولايات المتحدة نحن نركز كل جهودنا على إنجاح هذه الخطة للسلام وذلك من خلال تعاون والتنسيق بين الولايات المتحدة والحكومة الروسية لإنهاء الحرب ولكن مرة ثانية لازم نرى إثبات من النية الروسية للتنسيق والتعاون معنا وما يتدحل السوري لمحاربة تنظيم الداعش ولنؤيد البيئة والإمكانية لعودة إلى المفتوضات لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية في نهاية المطاف وهذا الشيء مهم ولازم نركز كل جهودنا ونبذل كل جهودنا اليوم لنعمل مع الروسيين إذا نرى أن الروسيين جادين بالنسبة لدورهم في هذا الإجراء أنت تعتقد بأن هذه الفرصة الأخيرة المتاحة لإعادة إطلاق المصاري السياسي سيد كابلين؟ نحن نريد أن نرى نجاح من خلال هذه الخطة نحن متسائلين بالنسبة للإمكانية لنجاح نحن نعرف أن الإمامنا طريقة طويلة جداً سيكون هناك مشاكل كبيرة إمامنا والاتفاق ليس متالية ولكن هي أحسن طريقة إمامنا لإنهاء الهم طيب سؤال وصلني الآن سيد كابلين وعذراً على الإطالة سؤال أخير أنه لماذا لم تنشر الولايات المتحدة بنود الاتفاق الأمريكي الروسي طبعاً كان هناك اتهامات لواشنطن بأنها خضعت لموسكو أو تواطأت أو ما إلى ذلك هكذا يعني كان يقول كثير من المراقبين والسياسيين اليوم وأمث هنا في نيويورك بس شوارع من هنا في الأمم المتحدة كان في تفجيرات في نيويورك وولاية نيوجورجي والتفجيرات هنا في الولايات المتحدة تشير إلى أهمية من إيجاد الحال إلى الأزمة في سوريا والولايات المتحدة نحن جادين بنسبة دورنا في هذه الإجراءات ونحن ندعو إلى الحكومة الروسية لتلعب دور إيجابي في جهودنا المشترك لإنحاء الحرب في سوريا ودعا الوزير جون كاري إلى بسرقى لافراف ليادي غاد أكثر على النظام وهذا أحسن طريقة إنامنا لإنحاء العرب ولمكافحة تنظيف هذه الفكرة وصلت سيد كابلن لكن لم تجبني على السؤال أنه لماذا لم تقم الولايات المتحدة بنشر أو بتوضيح تفاصيل هذا الاتفاق الروسي الأمريكي نحن ما زلنا إننامنا عدد من الأيام قبل إعلان عن التفاصيل من الاتفاق وكما قال الوزير كاري ما نستطيع أن نركز على الاتفاق حتى نرى أيام من الحقوق في كل إنحاء سوريا واستماح بدخول المساعدة الإنتونية وبعد نرى أن النية جادة من حكومة الروسية ومن المنظام في ذلك الوقت وفقط في ذلك الوقت نستطيع أن نعلن عن التفاصيل عن المركز المشترك الروسي الأمريكي لمكافحة التاش السيد جاريت كابلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك ومشاركتك معنا في برنامج اسأل معنا شكرا لك شكرا لكم قدمنا لكم برنامج اسأل معنا تنسيق محمد أبو بكر إعداد وتقديم محمد الجزار هندسة الصوت شوبرت النمري إشراف فني فارس الذهبي إنتاج راديو أوريانت 2016 جميع الحقوق محفوظة ترجمة نانسي قنقر شكرا